أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنذلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد أشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان يدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويثم نعمته عليك وعلى آلي أكوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاك إن ربك عليم حكيم لكذ كان في يوسف وإقوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا من الله ونعن أسبه إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أبطره أردا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقته بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناسهون أرسله معنا غدا يرتا ويلعب وإنا له لهافظون قال إني ليحذنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الديب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الديب ونحن أسبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبقون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق أتركنا يوسف عند مداعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميسه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد الوه قال يا بشرى هذا غلام وأصروه بذاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دناهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أقرمي مسماه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجذي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلكت الأبواب وقالت هيت لك قال ما آذى الله إنه ربي أحسن مسوايا إنه لا يفله الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرعى برحان ربه كذلك لنصف أنه السوء والفهشاء إنه من عبادنا المخلسين واستبق الباب وقدت قميسه من ذبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جذاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشيد شاهد من أهلها إن كان كميسه قد من كبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان كميسه قد من ذبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى كميسه قد من ذبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض أن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة الأذيذ ترابد فتاه أن نفسه قد شغفا حبا إنا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أوسنت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت خرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن هاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولكد راوته عن نفسه فاستعسم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إن له هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى هين ودخل معه السجن فتيان قال أهدهما إني أراني آصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبذا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المهسنين وعلى لا ياتيكما طعام ترزكانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسهاك ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن آرباب متفرقون خير أم الله الواهد الكهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنذر الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما آذكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قذي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ذن أنه ناج منه مذكر عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بزع سنين وقال الملك إني أرى سبع بكرات سمان يعقلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تابرون قالوا أذغاس أهلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها السديك أفتنا في سبع بكرات سمان يعقلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تضرعون سبع سنين دابا فما هسدتم فذروا في صنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاس الناس وفيه يعصرون وقال الملك اطوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه كن هاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرات العذيذ الآن حسحس الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقنه بالغيب وأن الله لا يهدي قيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اطوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خضائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا لأوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نذيه أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتكون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهدهم بجهاذهم قال أتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المندلين وإن لم تأتوني به فلا قيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنرابد عنه أباه وإنا لفاعلون وقال الفتيان اجعلوا بضاعة في رهالهم لعلهم يعرفونها إذ انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا من يمنا الكيل فأرسل معنا أخانا لفتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبر فالله خير حافظا وهو أرحم الراحبين ولما فتهوا مطاعهم وجدوا بضاءتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بذاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونهفظ أخانا ونزاد كيل بعير ذلك كيل يصير قال لن أرسله ماكم حتى تؤتوني موسكا من الله لتأتنني به إلا أن يحات بكم فلما آتوه موسكهم قال الله على ما نكون وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب كضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آبا إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبطيس بما كانوا يعملون فلما جهدهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أدن مؤدن أيتها العير إنكم لساركون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفكدون قالوا نفكد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا صاركين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين فبدى بعوئيتهم قبل وعاء أخيه ثم استقرجا من وعاء أخيه كذلك كذنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرك فقد سركا قل له من قبل فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله عالم بما تصفون قالوا يا أيها العذيذ إن له أبا شيخا كبيرا فقذ أهدنا مكانه إنا نراك من المهسنين قال ما آذى الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا إن له إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلسوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موسقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبره الأرض حتى يادن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن أبنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب هافذين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو الآليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الهذن فهو كذيم قالوا تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الحالكين قال إنما أشقوا بثي وهذني إلى الله وعالم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتهسسوا من يوسف واقيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العديد مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببذاعة مذجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجذي المتصدكين قال هل علمتم ما فعلكم بيوسف واقيه إذا أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخيك دمن الله علينا إنه من يتق ويسبر فإن الله لا يذيء أجر المهسنين قالوا تالله لكذ آسرق الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بكميسي هذا فألقوه على وجه أبيه يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ظلالك الكديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهي فارتد بصيرا قال ألم أكن لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آبى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على الأرش وقروا له سجدا وكان يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد آسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نذغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وألمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوهيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمقرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها موردون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرقون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاكبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتكوا أفلا تاكلون حتى إذا استيأص الرسل وظنوا أنهم قد قذبوا جاءهم نسرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن الكون المجرمين لقد كان في قصدهم إبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لكوم يؤمنون